السلام عليكم سعيدة بلقياكم في فيديو جديد على قناة سعاد تيفي كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في كامل الصحة والعافية ان شاء الله وكنشكركم جزيل شكرا لحسن المتابعة اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم حلوة زوينة 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 بزاف كالدف الفم هاد الحلوة هاد هي المعنى الحقيقي ديال كالدف الفم غادي نحتاجوا فيها ان شاء الله كاز ديال الكوكو او للفول السوداني فانا استعملت هاد الكوكو البلدي الاحمر اذا متوفر عندكم الكوكو والابيض ماشي مشكلة تستعمله كوكو اللي محمر يعني ما محمرتوش بزاف مهم كتشوفوا اللون ديالي يعني محمر غادي نطحنو بنسبة للطحين انا يعني طحنتو معكم غير بالمكسور عادي مهم طحنوه هاكا ماشي تطحن بزاف مهم نهار مشوه مزيان ايدا غادي ناخد كأس ديال الزنجلان او للسيمسم اللي تهوي محمر كيف كتشوفو هاد الزنجلان بالنسبة للسيمسم فهو 100 غرام بالنسبة بالنسبة الكوكو 150 غرام غادي نطحنهم ايضا تلزنجلان غادي نطحنو مزيان من بعد مطحن الزنجلان غادي نوضعو في واحد الإناء بالنسبة ممكن تضعفو الكيمية ديال هاد المكونات تحصلو يدبو تتحصلو على كيمية أكتر بالنسبة ما شاء الله انا هاد الكيمية اللي غادي نعطيكم كتخرج ما شاء الله تبصيل اللي مقهد ضفت على الزنجلان ديال كاس ديال الكوكو غادي نخلطهم هكا مشوية مع بعضو باش ينساجمو ليه غادي نضيف عليهم كاس ديال الزيت هاد الحلوه هادي ما فيها لابد وما فيهاش الخميرة وما فيهاش الزبدة غادي نضيف معلقة ديال القرفة فالقرفة وضعت معلقة صغيرة مملوئة بالقرفة بالنسبة للقرفة كتجي رائع رائع جدا مع الزنجلان ومع الكوكو اذا كتبغيوها تعملوها اذا ما كتبغيوها شي وما بغيتوش تعملوها وتستغنوا عليها ماشي مشكل لكن صدقوني مكتجيش بينا بأنه القرفة وكتعطي طعم لي ولا ارواع يعنيش حاجة لي فوق الخيل بالنسبة بحالة اذا ما بغيتوش تعملوها كيس ديال كاكاو اعزز عليكم المادقة ديال الشوكولة لكن انا كنفضل القرفة غادي نوضع نصف كاس نصف كاس نصف كاس نصف كاس نصف كاس يعني السكر العادي لكن غادي تطحنوه جيدا وضعوه في الاول مع المكونات او طحنو غادي نطحن الكل جيدا والدور ديال هاد الخليطة هادي كتجيب لنا الحلوة ديالنا الشيشة والزنج لنو الكوكو كيتطحنو مزيان مزيان من بعد مطحنتهم غادي نضيف ان شاء الله غادي نضيفو جوج فرماجات اولا جوج متلتات الجوب الخالد ديالنا انا استعملت هاد النوع فالجبن اذا متوفر عملوه اذا ما متوفرش بيتوتو تستغنو عليه ماشي مشكلة يعني ما عندوش شي 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 ضور كبير ف هاد الوصفة ديالنا غادي نضيف هاكا يجوج حبه فاقت غادي نضيفو هاكا يجوج حبه فاقت غادي نضيفو ادام توفري غادي نضيفو كس ديال فاني اولا الفاني الاختيارية متاهية ما شى ضروري يعني غير بشاكات اعطينا واحد من اسمة و الدقيق هاد هم المكونات اللي غادي يكونو في الوصفة ديالنا فالوصفة ديالنا بسيطة ومكوناتها بساطة سنخلط الفرماج مع الخليط فالخليط متجانس جيدا مع بعض فإذا عندكم شي طحانة كتطحن مزيلا الكوكو وكتطحن مزيلا الزنجلين فبلا ما تحتاجوا يعني تطحنوهم أيضا مع الزيت فقط توضعوها مع الزيت وتخلطوه في مرة واحدة إذا عندكم اكشتوهم بقاومها نمشي نعد كنديرو هاد المرحلة نطحنوهم مع الزيت باش كي ينسجموه مزيلا ضفت كأس ديال تقيق وغادي ندخلو هكا في الحلوة ديالي بنسبة للحلوة ديالنا قد نضيفو الدقيق حتى تقساه بنسبة للدقيق فقط كأس واروب اولا كأس واحد مملؤ جيدا انا مكنش ملقاه مزيلا باش زيتها كوحد المعلقة ديال الدقيق باش الحلوة ديالي تجمع الحلوة ديالي كان معكها مزيلا مزيلا باش تخرج ذلك الزيت تخلط مع الدقيق وينسجموه بشكل جيد وبالنسبة لهاد العجينة ما كتولي شي عجينة وحدا قاسها تبقى هكا مفرتة مع بعضها كما كتشوفو حيت ما فيها الشي مكوين اللي غادي يجمع لنا الخالد بل فيها غير الزيت كي كتشوفو القاومة ديالي خدمتها مزيلا راغي مع تصوير كنقطع باش ميجيش كومش الفيديو طويل هذا هو الشكل ذا العجينة دابن بعد ما جمعتها مزيان هادي ان شاء الله ندوزو نشكلوها مع بعض هادي نقسم العجين ديالي في النص بالنسبة لكم انتو ماذا تخدموه مره وحتى اخدموه انا على حسب هادي نخدم معاكم هكا النصب النصب باش توضح لكم الطريقة اكتر هادي ناخد كمية من العجين هادي هاكا نسروا ضروري اما فوق ورق الفرن او لفوق بلاستيك باش ميلساق لكم شي لانا هادي دعم انتو فوق سطح العمل صحيب تهيزو الحلوة لكم هادي تفرتد بهاد الشكل هادي دائما استعنو بالطقيق وحنا كنتطلقوه العجينة ما تطلقوهاش بزاف تبقى هاكا تقريبا بسمك سانتيم حيت ما فيها لخميرة الاولو ما غاديش تزاد تنفخ كيم ما خلطوها هادي تبقى بهاد الشكل وتعاملو معها بلطف لانا شيشة بزاف هادي ناخد واحد الكاس واخدوا واحد القطعه الشكل اللي بغيتو دائري ولا هلال ولا مدور اللي بغيتو انا غادي ندير معاكم مدور وغادي نقطع هاكا بهاد الشكل بالكاس بهاد طريقة نحاولو نجيبو احده بعدتن باش هاكا ميبقناش البقايا بزاف البقايا اللي كان حايدو غادي نرجعو ان شاء الله نخدموهم فيما بعد الحلو دينا نحايدوها بالمهل لانا حساسة وهشيشة بزاف بزاف اللي حايدناها من فوق الورق نقدوها بيدنا ونحطوها في صيني اخرى بهاد الشكل اتمنى الشكل يكون واضح لكم وبالنسبة للسمك فكنخليها غليلدة شوية ماشي رقيقة بهاد الشكل كنستمر انتاك نكمل كمية كلها واللي حيتها نحطها في الصينية اللي ان شاء الله غادي تدخل الفران والحلو دينا كنحطوهم بهاد الشكل في الصينية بنسبة للعاجي اللي بقا فاطلقتو هكا على الورق بنفس الكيفية السمك بقا غليت شوية الحلو دينا بيش اتجي طلعة متجي شرقيقة بزاف كنقطع دا بقطعت معاكم هكا بقطع اولا بقطع علي هكا عندها الوريدة هكا في الجناب ولم مرد ثم تقطعو بش مما بغيتو وبنفس الشكل غادي نهز بالمهل ونحط في الصينية غادي نشعل الفران ديالي في هاد الاثناء غادي نشعلو غير من الاسفل نار متوسيطة غادي نحط الحلو ديالي حتى نشوف الحمورية بداتك تضر بيها من الجوانب وبداتك تنشوف غادي نحمرها معلى الوجه بنسبة لهذا الحلو فهي حساسة جدا ما تقيسوهاش من بعد ما طفو عليها الفران خليوها حتى تفقد الحرارة بصفاء نهائية عد تحركوها من البلاستي يعني فاش غادي تشوفوها حتى تتحمرت مجنب حمروها غير معلى الوجه وحبسو يعني وخا غا تحطو فيها يديك وما تحسوها طرية فقط يعني عندها واحد عشرين دقيقة هكاك في الفران على نار متوسطة وعلى حسب الفران ديالكم شكلها من بعد ما اخرج من الفران تمنا يكون واضح لكم كتجي رائع جدا الحجم ديالها كيف ما دخلناه كيبقى هنا غادي ناخد سكر سقيل او سكر غلاسي نصف كأس ونصف كأس ديال كوكو اللي مطحوم غادي ناخد العسل بالنسبة للتزينا انا دائما هكا كنحاول نقترح ليكم جوج تزينات او لثلاثة باش هكا انتم تعملوا اللي متوفر عندكم خديت العسل بالنسبة للعسل دوبتها واحد شوية باش هكا تدهل ليه بكل سهولة غادي ناخد الحلوة الديالي غادي ندهن بالعسل وندير هكا للكوكو او لفول السوداني من الفوق ممكن توضعوا الزنجلان تهوكي جيزوين مع الزنجلان كين في العاجين وبالنسبة للعسل فممكن تعودوها بالنباج او لبالكونفيتير ليبغيتو بالنسبة اخواتي اقتراح باسيد او لملاحظة مهمة بالنسبة لهذه الحلوة هذي في حالة اذا بغيتو هكا يبقى لكم بشكل هزوين وانيق فتحتفظوا بها بلا تزين فوق ما تبغيوا تقدموها يعني الاسرتكم ولا الضيوف ديالكم ولا عندكم شي مناسبة حتى تبغيوا تقدموها تجبدو العسل وتجبدوها كاكاوكا واللمهرمج وتزينوها بسرعة ولا بسكر سقيل ليبغيتو هذي غيكا ملاحظة مهمة لان تزين كيكون في اوله اجمل يعني كل ما كيقدم يراكوا عارفين نجمعوا واحدة فوق واحدة ما كيبقاش هكا كيبان في حلاء جيدة بالخصوص هذول كيكون هكا فيهم الكوكا وسكر سقيل كيكونوا حساسين بزاف حلوة ديالي يعني الجزء جزء منها عادي ندوزوا هكا فسكر سقيل وهنا الحلوة ديالنا بردة تماما يعني بردات حيث إذا كانت بقى سخونة ولا وغير شوية ما غاديش تقدو تحكموا فيها غير غادي تبغيب تهزدوها غا تفرت لكم في يديكم حيث ما شاء الله شيشة بزاف بالنسبة للسكر لديكم جوش طرق إما هكا من الأحسن تغربلو عليه أو للدوزوف هكا الدوزوف بيديكم اللي بغيتو هذي الكيميات الحلوة اللي حصلنا عليها ما شاء الله يعني مكونة اللي بساطة وكن حصلو على طبيصل زوين ومقاد هو هذا وكيف كتشوفوا يعني من حلوة واحدة بحلاء خرجنا جوش كيلت لكن هو شكل واحد هذي حليوتي من التحت كي كتجي هذي نقسمها معكم صدقوني كتجيه شيشة فاش كتدقوها ما تحسوش بها نهائيا فمكم بنينا فوق القياس الديدة 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 بزاف بزاف كنتمنى من كل قلبي تكون واضحة لكم في الصورة شي حاجة اللي طوب دوت طوب نتمنى إن شاء الله يا ربي تجربوها من الإعجاب ديالكم وتعجب أسرتكم فقط هذي الحلوة هذي تبغيوا تتعملوا معها بالمهل لأنه ما شاء الله فتية بزاف بزاف كنتمنى تكونوا واضحة لكم كنتمنى من ربي الحبيب يكونوا وصفتي كينالوا إعجابكم كنتمنى تبرتجوهم مع الأهل والأحباب ديالكم إذا جاءت على خطركم سنتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية هذي نقول لكم تهلوا لفرسكم استودعكم الله دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله شكرا